اعلنت حركة الشباب الاسلامية الصومالية التي تبنت الهجوم على مركز وستكايت التجاري في نيروب الثلاثاء انها لا تزال تحتجز رهائن على قيد الحياة مشيرة الى عدد لا يحصى من الجثث في المركز وقالت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة في حسابه الجديد على موقع تويتر ان الرهائن الذين يحتجزهم المجاهدون داخل مركز وستكايت ما زالوا على قيد الحياة واعلان الحركة الاسلامية يحظى بمصداقية لانه لم يتسنى سحب كل الجثث منذ بداية العملية وهناك مخاوف من ان تكون الحصيلة اعلى بكثير من حصيلة 62 قتيلا التي اعلنتها السلطات رسميا حتى الان مع عدد مماثل من المفقودين وبعد حصار استمر اكثر من 60 ساعة اعلنت وزارة الداخلية الكينية مساء الاثنين انها استعادت السيطرة على هذا المركز التجاري الراقي الذي قطحمته مجموعة مسلحة مرتبطة بمتمردي حركة الشباب الصومالية السبت وافاد مصدر امني ان عملاء اسرائيليين يساعدون القوات الكينية لانقاذ الاشخاص المحتجزين ومساء الاحد اعلن الرئيس الكني اوهورو كينياتا انه طلق عروضا من عدة دول صديقة للمساعدة واكد على ان العملية تبقى كينية بامتياز